أعلنت وزارة الصحة استشهاد ستة وثلاثين فلسطينيا في مخيم جباليا ودير البلح بغارات لطيران الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الثاني والسبعين من العدوان كما سقط شهداء وجرحى في قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والدرج والصبر وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أن عشرات الشهداء سقطوا في قصف اسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية شمال القطاع أثناء مؤتمر صحفيا لوزارة الصحة وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى ثمانية عشر الفا وثمانمائة شهيد والجرح إلى واحد وخمسين ألفا نظمهم من النساء والأطفال